السلام عليكم يا شباة بصوا جماعة ان شاء الله احنا هنحضر مع بعض غلة السيد باختصار كده يا جماعة عشان محدش يعرضني في الكلام مدارس سيد الغلة ليه اكتر من مدرسة سيد الغلة يا جماعة ليه اكتر من مدرسة انا الحمد لله مرتع كل المدارس واللي هنقول لكم كلام مقتصري طبعا دي الغلة بتاعتني اللي هي الايه؟ الحنطة انا اوقات والله ما بنغسل الغلة دي اوقات والله ما بنغسله بس النهاردة عشان خاطركم انا هنخسل الغلة للوقت احنا هنخسل الغلة دي كويس هنجبها لكم بعد ما نخلص عشان من نتوجه عليكم بعد ما هنخسل الغلة دي كويس انا مثلا دي الكمية بتاعتي ايا كانت كيلو اثنين ثلاثة ايا كان على حسب المكان اللي انت رأي هنعمل ايه انا فيها؟ هنبلي جزء منها اربع او خمس ساعات ديها تبقى غلة ناشفة هنحطها للمراية افرد ان انا راح مكانه جديد وفي المياه بتاعته ماشية انا هنطلع من الكمية دي يا جماعة ثلاثة انواع غلة غلة للطوع اول حاجة وغلة للتصفير وغلة تانية للتصفير غلة هنخليها ناشفة عشان لو المكان اللي انا فيه فيه سمك قشئ وغلة هنخليها وسط عشان لو المكان غشيم ومفغوظ سمك نحاول نجمع سمكة والنوع التاني هيبقى تطعيم ونطورة او تصفير هنجاهز ان شاء الله هنخسل وهمر لكم شكل كل نوع غلة لما ييجي اوانو حاجة هنخسلها خمس ساعات حاجة هنخسلها 24 ساعة وحاجة هنخسلها 36 ساعة او يومين الوقت ده مرتبط بدرجة الحرارة المكان اللي انت فيه يعني انت لو في ايام حر هتزود للغلة اللي انت عايزة طريقة لو ايام برد هتطول شوية خليكم معا هيا جماعة الغلة لو هنخسلها هنخسلها بالطبيعة دي انا ساعات من نخسلهاش اقصم بالله مش عايز نطول عليكم بقى هنفوق من الدعبكة دي وحنرجع لكم تاني مع هيا الغلة هيا بقى نخسلتها هنسيب الغلة ان شاء الله جماعة هنسيب جزء منها خمس ساعات خمس ساعات بس او ست ساعات النهاردة الثلاثة جماعة نصدر جمعة من حضر غلتي من يوم الثلاثة طبعا الغلة اللي معادي قديمة مساوسة والكلام من دي انا حابب الكلام دي كل واحد وليه مدرسة يا جماعة بس انا ممنفتيش انتظروني طبعا المكان اللي انا فيه يا جماعة حر جامد فانا الغلة دي اتستها كده اربع ساعات وحنبدأ ناخد منها شوية نحطهم في كيس وبعد كده نحطها في الفريزار ده هيكون اول زفر هنرميه بعد الزفر دوت هنبدأ نرش بعد منه غلة قطرة في قطرة في علف كده تماما جماعة انتظروني بص يا جماعة شايفين الغلة دي لما نيجي ندوس عليها ديت يا جماعة الوسطة دي تنفى برضو تطعيم خلي بالكم بص لما ندوس عليها مش هتطلع المادة اللي هي اللي هي المادة النشا ان شاء الله ان شاء الله عدى بالظبط 20 ساعة على الغلة دي هناخد منها الغلة الوسطة شوفوا بالماء بتعاملة ازاي الماء دي كويس يا جماعة خلي بالكم للعجينة ده زفر محترم كده هناخد بقى شوية ديت هنعتبرها ايه غلة وسط وهناخد شوية مية ان شاء الله هنعمل بهم شوية عجينة دلوقتي برضو معاكم باذن الله العجينة دي هنشتغل بيها زفر وممكن نطعم بيها وممكن كل حاجة نفس الكسة برضو جماعة هنحطون في كيسو هنشلوهم في الفريزر لو فيه سمك كبير في الدور هنطعم بيها لو فيه سمك صغير هنطعم بالاطرة منها بص يا جماعة طبعا عشان احنا في الحر كده وضع الغلة بعد قد ايه بعد اكتر يعني 25 ساعة تقريبا بصوا بقى هنا بصوا الغلة دي بقى هتعمل ازاق شايفين المادة النشوية اللي فيها شايفين يا جماعة انا جاهزت الغلة بتاعتي في 24 ساعة طبعا احنا عشان في ايام حر والغلة كانت في مكان دا في شوية فهي خدت الوقت دا ممكن بالا في الشتة تاخد اكتر من كده جماعة كده ان شاء الله والغلة يا جماعة محترمة ان شاء الله واحتبا كويسة معكم طبعا الغلة دي كده اللي هي خلصة خالص دي تنفع مرايا وتنفع تطعيم كل حاجة تمنى يتكري شخص تمنى يوكي داشت ها اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا